صنعاء تحت سلطة الميليشيا عنوان عريض لجرائم وانتهاكات بدأت منذ الانقلاب لكنها لم تنتهي مواطنون بلا خبز ولا أمان ولا كرامة هكذا يعيش سكان هذه المدينة يوميات القهر في عهد الميليشيا لا شيء هنا سوى مزيد من الفقر الذي يحيط بأسر توشك على الموت جوعا ولا صوت يعلو غير صوت البارود وقمع الحريات جديد صنعاء هذه المرة سلسلة جديدة من النهب المنظم بدأته ميليشيا الحوثي بفرض رسوم شهرية على طلاب المدارس الحكومية تحت مبرر دفع مرتبات المدرسين هذه قسيمة لطلاب المدارس تتضمن مطالبات الأهالي بدفع رسوم شهرية لتكرس واقعا ينذر بمستقبل لا يقل سوءا عما آلت إليه أمورهم اليوم منذ الانقلاب وحدهم المواطنون من يدفعون ضريبة الانقلاب والحرب معه وضع إنساني بالغ التعقيد ودولة منهارة تسيطر عليها ميليشيات منفلتة فالميليشيا التي تبرع في فرض الإتاوات تواصل احتكار المشتقات النفطية وتحيلها إلى السوق السوداء لتمويل حربها كما يقول ناشطون هذه الوثيقة تحمل توجيها من صالح الصماد رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي يلزم شركة النفط اليمنية بتفريغ المشتقات في مخازينها بالصباحة دون أن تتصرف في أي كمية منها كونها مملوكة لتجار ولا تجار هنا إلا تجار السوق السوداء التي فتحت أبوابها لتأكل ما تبقى من صبر اليمنيين وقوتهم تنعدم أبسط مقومات الحياة من غذاء ومياه للشرب وأدوية مكابدات وعقوبات جماعية تمارسها ميليشيات الحوثي منذ إسقاط الدولة واجتياح البلاد تفاقم أزمة الصراع في اليمن فهنا البطش بكل من يحتجوا والثأر من كل المخالفين أخرس كل الأصوات التي امتلأت بهم المخافر والسجون آخرها ما أظهره هذا المقطع المسرب الذي أظهر تعذيب الميليشيا لمغترب يمنيا في السعودية بعد اختطافه أثناء عودته إلى اليمن لمجرد أنهم عثروا في هاتفه على مقطع فيديو يهاجم إيران